بسم الله الرحمن الرحيم وصعد الله الرحمن الرحيم ومشاهدين الكرام بالخير والأنور والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالقلام الأحمر حلقة جديدة من سلسلة حلقات غطيناها منذ مطلع هذا الأسبوع لنناقش قضية اللحظة أو قضية أو شاغل انشغال العالم بفيروس أو بوباء أو بفاشية الكورونا أو الفيروس التاجي كما يسمى بالعربية أو كما تم تعريبه باللغة العربية التطورات أو الأحداث تتسارع في أزمة أو كارثة الكورونا على مستوى العالمي هناك تصاعد كبير جدا لانتشار الفيروس هناك نوع من الانتشار غير الطبيعي هناك الأسبوع الأخير هناك سياسات احترازية وسياسات كبيرة جدا أثبتت أو بدأت ترصد بأن الفيروس أصبح خطر جاد على مستوى ونطاق جغرافي عالمي الحكومات والدول سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في أفريقيا بصورة كاملة ترفع من حدة أو درجة أو إجراءات الطوارئ وبدأت الاقتصاد العالمي يبدأ بدأ في الظهور مع علامات أو أمارات الشلل قطاع الطيران يضرب بطاقة كبيرة الطيرات تختفي من السماء أو كثافة الطيران في الأول حركات الملاحة أو خطوط الملاحة تخف كثافتها بأسلوب أو بشكل غير مسبوك في العصر الحديث التجاوزات والتطورات نحن فتحنا ملف كورونا ليس من الزاوية الطبية من الزاوية السياسية وناكشنا في الحلقات الماضيين أو رصدنا أو ناكشنا موضوع كورونا على عكب أو على أثر تصريح المتحدث باسم الخارجية الصينية عندما صرح في تغريدة وبصفة الرسمية كمتحدث باسم الخارجية الدولة الصينية بأن تحدث عن فرضية أن تكون المتحدة الأمريكية هي من قامت بهندسة ونشر وزراعة وغرس الفيروس كورونا في الصين ووضع عدة من تساؤلات وأتهم صراحتنا الجيش الأمريكي في خطوة لها دلالتها وتحدث في الحلقة الماضية بأن هذا التصريح من هذا الشخص في ظل المستوى وانضباطية الدولة الصينية لا يمكن أن يتم بدون حقائق ودلائل وحيثيات وكان هناك التطورات حدثت يوم أمس كان هناك رد فعل من الخارجية الأمريكية أو من الإدارة الأمريكية أو من الحكومة الأمريكية أيضا كان هناك تصريحات أخرى من الخارجية الصينية نستطيع أن نقول بأن الخارجية الصينية أيضا خلال هذا الأسبوع تحدثت بأن خارجية الصينية لديها دلائل تؤكد بأن مكالة المخابرات الأمريكية هي التي قامت بنشر الفيروس في إقليم وهان في الصين وذكر المتحدث الرسمي يصل الذي تحدثنا عليه في المرة الأورى للمرة الثانية بأنه وضع تساؤلات بأنه كان هناك مسابقة في الصين قيمت في إقليم وهان الصيني مسابقة عسكرية وشارك فيها وفد من الجيش الأمريكي في أكتوبر 2011 أي قبل رصد انتشار الفيروس في شهر ونصف أيضا تحدثت الخارجية بأنها تعلم أو أن لها دلائل أو دلالات بأن هذا الفيروس أنشأت الولايات الأمريكية في العام منذ 2015 وانتقدت أيضا الخارجية الصينية استخدام أو تعمد استخدام الإدارة الأمريكية أو قيادة الإدارة الأمريكية لأن الفيروس في سياق أو في لغة تربط الفيروس بالصين يعني على سبيل مثال لأنه وزير الخارجية الصيني دائما يتحدث عن الفيروس وهان الصيني الرئيس الأمريكي يتحدث في أكثر مرة يقول الفيروس الكادم من الصين هناك تعمد في الخطابات التي معتبرته بكين بأن محاولة ربط الفيروس بالصين بغية أو استهدافا في تشويه صمعتها في المقابل كان هناك أيضا ردة فعل كبيرة جدا لا يمكن أن تتعامل السياسة الخارجية الأمريكية مع هذا الأمر بنوع من الصمت لأن الصمت كان سيثبت أن هناك استدعاء من قبل الخارجية الأمريكية للسفير الصيني في واشنطن وكان نوع من الاعتراض واعتبرت أن الصين كان هناك بيانات من وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الصين لها مسؤولية لم تكن شفافة لم تكن واضحة في المعلومات وعملتها مسؤولية تأخر الرد كما جاء في البيان الرد العالمي على هذا الفيروس وبأن هناك كارثة سببتها الصين وإلى ذلك الرد الأخير من الصين جاء عاكب هذا التصريحات وعدب استدعاء السفير الصيني في واشنطن جاء بأنه ليس هناك وقت للإحتجاز وأنه وقت وقت التعاون ووقت التنسيق كان هناك رد متعكل أو رد يحكم الحكمة أو تحكم دواعي الحكمة في هذه المرحلة لكن في الواقع أن هناك إذا ما عطفنا هذه الحلقة أو بنينها على مقيلة في الحلقة الماضية هناك في الفعل يعني هناك طبول حرب مختلفة أو هناك طور جديد جدا من الحروب كما ذكرنا الحرب البيولوجية التي ذكرناها في الحلقتين الماضيتين بأنها أحد صور الحرب الإنسانية وأن مستوى التوازن وطبيعة وخصائص التفاعلات في النظام السياسي العالمي المعاصر تجعل الضربة لأي دولة ما بين موسكو وواشنطن وبكين تعتمد على الحرب البيولوجية على حرب لا يوجد فيها نيران لا يوجد فيها دماء لا يوجد فيها طفول للحرب لا يوجد فيها أي استخدام للسلاح التقليدي هناك حرب صامتة بمجهولة الهوية لا تستطيع الطرف المضرر أن يرصد عملية العدوان بصورة مادية أو بصورة واضحة الحديث عن وجود صراع اقتصادي صيني حديث واضح الدلالة وواضح المسار ولكن كيف سترد الصين أو إلى إن تسير الاتجاهات هناك طروح متبادلة الصين بعد ثلاث أشهر أثبتت نجاحها في التعامل مع الأزمة سواء كانت الأزمة صحية صرفة كفيروس جاء من الطبيعة الصينية أو كان الفيروس جاء من المعامل للحرب البيولوجية استطاعت الصين أن تثبت نجاحها في احتواء الأزمة على قدر التحديها على قدر خطوط الفيروس من يدرك الإمكانيات التي وضعت فيها الصين في إدارة أو في احتواء أو في التعامل مع الفيروس يعرف أن هناك طاقة جبارة أو إمكانيات جبارة استخدمتها الصين لو كانت هناك دولة أخرى لكانت الكارثة الأعظم والأعظم من ذلك هو نجاحها الصين في احتواء الأزمة اقتصادية الرئيس الصيني فور حدوث الأزمة كان هناك رأى سريعة للأثر الاقتصادي للموضوع وقامت الصين لسبب عدم رابطة وعملتها بالدولار الأمريكي بضخ ترليونات في أكثر من ثمانية أو إلى ثلاثة أو إلى ستاشر ترليون دولار إلى السوق الصينية لعدم ترك أي فرصة لهروب رأس مال بالمستوى المعين وقامت بشراء حصص قبيرة جدا من الأسهم أو من القيمة الاستثمارية للرؤوس الأموال الأوروبية والأمريكية التي حاولت أن تهرب أو ما إلى ذلك وبالتالي لم تسمح بكين من خلال ضخ الترليونات دون هذا الاقتصاد وهنا قيمة الاقتصاد الصيني كقوة يعني هناك كراءة اقتصادية تحتاج إلى وقت في كراءة مدى القوة السياسة الاقتصادية والسياسة النقدية التي أدارت بها بكين الأزمة بصورة كبيرة تاريخ الولادة التحدي الأمريكية كما ذكرنا أنه هناك في الفعل يعني الفيروس أنتشر بصورة معينة وفي لحظة معينة وفق حذية معينة والفيروس مهندس ومستخلق في معامل ليس فيروس طبيعي وهناك يد إنسانية أو يد بشرية في هذه النقطة كافة الدلائل تؤكد هذه النقطة جاء في توقيت صعب من نهاية بداية السنة الصينية وفي مؤكليم وهان في لحظة التنقل وهي مركز إقليم للتنقلات وفي لحظة عياد السنة وبالتالي كان الهدف أنه انتشاره على النقطة أوسع هناك مؤشرات تؤكد بأنه فعلاً نحن أمام قد يكون هناك ضربة بيولوجية من كبيرة الأمريكية إلى الصين لكن ما هي تداعيات الأزمة يعني كيف تقيس أي صراع مع الصين من الواضح في حال فرضية أنه يكون هناك فعل سياسي أمريكي وهناك الكثير من يميلون الموضوع هذا لأنه لن تأتي الأمور بهذا السياق من الواضح بأنه كراءة السياسة الأمريكية واضحة بأنها مضطرة أن تقوم بإيكاف الصين التي ترفض منذ أكثر من خمس سنوات الانسياع للضغوط الأمريكية في سبيل الجلوس مع الولايات الأمريكية في مفوضات حول إعادة وصياغة الاقتصاد العالمي لأنه الاقتصاد الصيني أكبر من ناحية الرقمية ومن ناحية الكمية وإلى حدا كبير نوعية في نوعية في طبيعة الخدمات في طبيعة الانتشار في طبيعة ترطية الطلب العالمي أكثر بكبير جدا من الاقتصاد الأمريكي الذي يتسم بأسياع لم تعد جديرة بكسب اللحاق في رؤية استشرافية لمستقبل الاقتصاد العالمي كراءة السياسة الأمريكية واضحة والأمريكيين عندما يعلنون السياسة السراع يكونوا واضحين حتى وإن كانت الحرب البيولوجية تعتمد على الخفاء وعلى الضرب من تحت الحزام بصمت إلى أن السياسة الصينية عبر التاريخ سياسة تتسم كأحد سياسة الدول الكبرى بالصمت السياسة الصينية سياسة من سماتها التاريخية أو الهوية الصينية عبر سياستها الإمبراطورية التاريخية تتسم بالصمت تعلن الحروب وتستعد الحروب وتشنى الحروب بصمت لا تمتلك الصين تاريخي من الخطب العنطرية أو من التهديدات هي تعمل بصمت وتقصف بصمت ولا أحد يعلم هذا الصمت إلى أن يذهب الصين عندما تجعل جهة رسمية بحجم المتحدث الرسمي لخارجيتها للوزارة المعنية بالخطاب مع العالم ومع الدول المبا فيها الأمريكية تتحدث في هذه اللحظة بأمكانية أن يكون الجيش الأمريكي هو المسؤول وأيضا أن تتحدث بأن خالة المخابرات الأمريكية وبأن الوفد الأسكري اللومبي الذي زار روهان في أكتوبر 2019 هو الأكثر اتهاماً فهي لا تترك الكلام هباء ولا ترمي بالكلام على مجادفه أو على عواهنه هناك اقترابات تؤكد بأن الصين تحاول تسعى لأنها ستتفلت من مسؤولية الفيروس لا يتجي هذا الكلام الصين تعرف بأن الفيروس جاء في راضيها والصين تعرف تماماً بأن العادات الغذائية ليست المسؤولة عن هذا الفيروس وتعرف أيضاً بأن هذا الفيروس مهندس وليس فطري وليس طبيعي في ظل تفاعلات البيئة والطبيعة الصين لا تشك ولا يمكن أن تصرح تصريح بهذا الحجم المجرة الشك الصين تعرف دائماً وإذا لم تعرفها فلتسكت وإذا قررت أن تتخذ قرارات فلتسكت إذن نحن أمام حرب مع الطرف لا يتسم بالفرقعات لا يجدر أصواتنا لا يجدر ضجة في طباعته وعندما سيتبنى الحرب أو سيتبنى الصراع أو مواصلة المعركة الاقتصادية مع الولايات الأمريكية هو سيتخذ إجراءات وكان الواضح التي ضختها الحكومة الصينية لحماية الاستقرار الرئيس الصيني تحدث بمنتهى الوضوح قال بأن الألف أو الألفين من هؤلاء الناس الذين يعانون من الكورونا مهمين جداً قال ولكن الأهم عندي هو مستقبل المليارات من أبناء الصين في المستقبل قال يجب أن نحمي الاقتصاد الصيني كان من الواضح أو الخطاب الأول يتحدث فيه عن كورونا بأن أولويته هي الاقتصاد الصيني عن مصير ومستقبل في رؤية استشرافية تراءي المسلحة الوطنية العليا والمستدامة هناك في الوضع الجديد 107 دولة في العالم بدأت ينتشر فيها الفيروس وخطوط الطيران أعلى بدأت كراءات الدول في الشرق الأوسط وإن كانت متأخرة تتجه نحو وقف الطيران ويبدو بأن وقف الطيران هو أكثر حتى وإن كان متأخراً هناك دولة وحيدة فقط تحمل أسطورة الحمية من مرض كورونا وهي كوريا الشمالية كوريا الشمالية دولة مجاورة للصين ومن أقرب الدور للصين وأقرب عاصمة للصين ولكنها الدولة الوحيدة التي لم تسجل رسمياً أي حالة كورونا لسبب بقصيد جداً بأن طبيعة هذه الدولة ونظامها المغلق لكن هناك قرار أيضاً أهم من هذا كله بأنه سريعاً تم إغلاق المطارات والرحلات من وإلى كوريا الشمالية بصورة واضحة واستخدام نظام حجر طبي صارب ولكن وقف المطارات هو الأساس فنجد مثلاً أنه انتشر في الإيران، انتشر في إيطاليا، انتشر في أسبانيا، انتشر في ألمانيا، انتشر في أبعد الأماكن على الصين بصورة واضحة انتشر في البرازيل أو في دول بعيدة جداً ولكنه لم ينتشر في كوريا الشمالية وهذا يدل على أنه بالفعل كان هناك التصرف أكثر حزماً على غلق المنفذ الأول وهو المطارات أو الموانئ أو الحدود هناك غلق صارم للحدود البرية لكوريا الشمالية وهناك غلق أيضاً أغلاق صارم للمنافذ الجوية وهو مبكر جداً جعل العملية الحكومات العالمية الآن حالياً مثلاً والشرق الأوسطة مصر لدينا في اليمن قرارات مثلاً بوقفة التعامل مع الطيران مع بعض الدول ولكن هناك لم يعد الفيروس يأتي من الصين بالعكس حالياً هناك تناقص في عدد المصابين في الصين بينما هناك تزايد وارتفاع في عدد المصابين في أمريكا مثلاً أو في إيطاليا أو في فرنسا يبقى هناك عدد الوفيات مثلاً من نظمة الصحة العالمية تتحدثت يوم أمس بأن عدد الوفيات عدد الوفيات الضحايا كورونا خارج الصين أصبح أكثر من عدد الوفيات داخل الصين الصين أثبتت قدرتها على إدارة الأزمة طبيعاً وأثبتت تفويت الفرصة على الأغراض الاقتصادية إذا كان الفيروس هذا مصمم للأمريكية لكن ماذا سيحدث للظامة الاقتصادي العالمي في حال الخطوات القادمة يبدو أن هناك عديد من المفكرين وعديد من الأحياتية تؤكد بأن حتى وإن كانت الوفيات الأمريكية خسرت الرهان لكن بالفعل هناك يد أو بصمات أو متهم وحيد هو الوفيات الأمريكية وهناك دلالات تؤكد بأن الصين ليست الدولة التي تسقط على التصرف كهذا التصرف وبنفس الوقت وليست هي الدولة التي تصرح وتصدر القرارات تسيس على هذا القضية من قبل الخارجية الصينية عندما نتحدث عن متحدث رسمي باسم الوفيات الخارجية نتحدث عن فرضية أن الجيش الأمريكي مسؤول ثم يتحدث على أن الجهاز الاستخبارات العامة والمخابرات الأمريكيزية السياحية هي المسؤولة في نشر الفيروس في الأراضي وهان الصينية ثم يتحدث عن مشاركة وفد عسكري قبل انتشر الفيروس بشهرين في نفس الإقليم تسيس هذا الفيروس ليس تصرف سياسي لتشويه الولايات الأمريكية هو تصرف لتجريم الولايات الأمريكية وبالتالي لا يمكن أن نعتقد أن دولة بحجم وبعقلية الصين أن تصدر هذا البيان لمجرد كما يقول أنها تقول لمجرد أنه صرف الانتباه بالعكس الصين أثبتت بأنها نجحت بنجاح غير طبيعي على المستوى الاقتصادي أكثر من لكن هناك فعلا في قادرة من الأيام صراع اقتصادي أو ستأخذ داعيته الأخطر فيها هو الصمت التاريخي للتنين الصيني الذي لا يتحدث ولا يعلن ولا يهدد ولا يتعنتر بل يدرس الموقف وعندما يضرب يضرب بعد أن تحرم من عدم إمكانية الردع أو كما تقول الفيلسفات الصينية بأنه لا تتحرش بالأفعاء حتى تتمكن من رأسها وقت لهذه الحلقة انتهت الحلقة الكادمة سنواصل تغطية هذا الفيروس نتحدث على نتابع الخطر الكبير الأبعادة السياسية المهمة جدا لأن الأمور تتسير بوطيرة كبيرة جدا العلاقات الصينية الأمريكية ليست علاقات سهلة ستؤثر على العامل الأساسي أي تكارب روسي الصيني سيعمل على إنهاء السيادة الدولار على النظام المالي العالمي وهذا خطر كبير جدا يخشاه تخشى واشنطن من قبل وصول الأمر إلى هذه الاتهامة الخطيرة في هذه اللحظة وفي هذا المعنى التجريمي والتلالات التجريمية للسياسة الأمريكية هو شبه أننا نتعرض لحرب النقطة تناكش بصورة غير مباشرة ولكنها خطيرة ولها اسقطت على التفاعلات السياسة الدولية انتهت حلقة في هذه اللحظة الحلقة القادمة مزيد للحديث عن السياسة الدولية في ذلك التفاعلات هناك عدد من المتغيرات الكثيرة التي يجب أن نعيد فيها كراءة توجهات السياسة الدولية الرحمة والخلود للزعيم علي عبدالله صالح تحية الجمهور اليمنية وإلى حلقة قادمة بإذن الله اشتركوا في القناة